اشتركوا في القناة ادام الميليشيات الحوثية لصواريخ ارض ارض دليل على الخسائر الكبيرة التي اتمنى بها وحذر العقيد المالكي من ان وقوع الاسلحة الفتاكة مثل الصواريخ الباليستية بيد الميليشيات الحوثية يعتبر تهديدا لدور المنطقة والعالم واشار المالكي ان الميليشيات الحوثية حاولت مرارا استهداف الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب وقال المتحدث باسم التحالف ان ميليشي الحوثي الايرانية تربطها علاقة مصالح بايران وهم لا يستطيعون ادارة انفسهم وطهران تتحكم بهم وضاف ان ايران تسللت الى اليمن عبر برامج ادمائية غير حقيقية في محافظة صعدة لكنها كانت تهدف لدراسة الوضع السياسي في اليمن ولفت الى انه بعد مقتل الرئيس اليمني السابق ظهر الوجه الحقيقي الاجرامي للميليشيات خصوصا في القتل خارج اطار القانون وقال المالكي ان ميليشي الحوثي الايرانية تسعى لافتزاز المجتمع الدولي واستغلال الازمة الانسانية في اليمن موسيقى 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 شكرا